توقعت منظمة تقييم القدرات ارتفاع معدلات عدام الأمن الغذائي في منطقة أو مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حيث لا تزال المساعدات الإنسانية مقيدة بشدة بسبب عواق ميليشيات الحوثي للمساعدات الإنسانية وأشارت المنظمة إلى أن خفض الحصص الغذائية بسبب العوائق البيروقراطية في مناطق الشمال التي يسيطر عليها الحوثي سيؤدي إلى زيادة مستوى عدام الأمن الغذائي ما لم يتم حلها وحولت ميليشيات الحوثي مناطق سيطرتها إلى بيئة تتسم بقدر أكبر من القيود على المساعدات الإنسانية بسبب نهبها للمساعدات وهجماتها على عامل الإغاثة ومنع الوصول إلى المحتاجين اشتركوا في القناة